جزاكم الله خير وأحسن إيديكم رسالة بتوقيع أحد الإخوة يقول أخوكم أبو عمر أبو عمر يقول لقد اتررت إلى اقتراض مبلغ من المال لحاجتي الشديدة إلى ذلك واتوقت مع صاحب المال على أن أقوم بسداد على أقصاد ولكنه اشترط علي قبل أن يعطيني المال أن أدفع فائدة على هذا المبلغ من بسداد وأنا عندما أخذته منه كانت نية أن أرد له أصل القرن فقط ولا أدفع لها الفائدة حتى لا أقع في الربا فهل هذا جائزا أم كيف أتخلص من هذا الموضوع جداكم الله خيرا هذا الأمر كما ذكر السائل الربا القرض بالفائدة ربا صريح ولا يجوز للمقرض أم يشترط هذه الزيالة لأنها لهم الربا وقد لعنى النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أبعاثا مضاعة واتقوا الله لعلكم تفلكون واتقوا النار التي أعدت للكابرين يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل محس ما كسبت وهم لا يظلمون الواجب على المسلم أن يخاف الله عز وجل وإذا أراد أن يقض أخاه فيحتسب الأجر ويكون قرضا حسنا أما الربا فإنه لا يجوز بحال من الأحوال ولا يجوز لك أن تدفع له الزيادة لأن لا تكون ملعونا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه فليس له إلا رأس ماله